جولة في متحف الحلة المعاصر الذي يضم بين جنباته ذكريات المدينة منذ ثلاثينيات القرن الماضي المتحف الواقع في محافظة بابل يضم مقتنيات تراثية وأرشيفا من الصور والوثائق والأدوات التي استخدمها الأهالي آنذاك وهو ليس متحفا تاريخيا كما يؤكد القائمون عليه وإنما تحاكي محتوياته حياة السكان في حقبة معاصرة إدارة متحف الحلة تحدثت عن جهود مشتركة بذلتها الإدارة مع متبرعين من أهالي المدينة لجمع مقتنيات المتحف هنا في بناية متصرفية الحلة إحدى أقدم البنايات الحكومية منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة كل المقتنيات هي عبارة عن تبرعات وهدايا وأمانات من قبل المواطنين الحليين أصبحت لدينا مجموعة مهمة من هذه المقتنيات مؤهلة للعرض المتحفي بشكل لائق عندما بدأ الأستاذ علي شعابث مدير المتحف قمت بتشجيع وجلبت تحف قمت بالتبرع بها إلى المتحف وسأقوم مرة ثانية بالتبرع دعما مني للمتحف وحبي لمدينتي وحبي للتحف القديمة ويحتوي متحف الحلة المعاصر على نحو عشرة أقسام مختلفة مثل القسم السياسي وقسم المهن والصناعات اليدوية وقسم الشخصيات العامة وما كتب عن المدينة وغيرها من الأقسام ترجمة نانسي قنقر